امام فريق فيوتشر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ملف اخر متعلق بمباراة فيوتشر وازاي الاهلي بيستعد لهذا اللقاء المباراة على فكرة جماعة زي ما اكد في بداية الحلقة المباراة صعبة جدا محدش يستهين بفكرة ان فيوتشر عنده غيابات عمر كمال عبدالوحج مش هيلعب محمد فاروق مش هيلعب فيه اصابات تعرب لها الفريق في مباراة بيرامد زي فيه غيابات كتيرة ممكن في الفريق كل الامور دي على فكرة ممكن تكون حافز قوي جدا لفريق مودرن فيوتشر عشان يقدم مباراة كبيرة قدام النادي الاهلي لانه بيلعب نهائي تاريخي بالنسباله امام النادي الاهلي النهاردة ممكن من حوالي ساعة كده ساعة وربع انطلق تدريب فريق النادي الاهلي زي ما نشايفين على الشاشة في احد الملاعب الفرعية في مدينة ابو ظابي وبالتأكيد النهاردة يعني كولر بيحاول قدر الامكان يشوف بقى مين التشكيلة اللي تلعب المباراة من العناصر اللي ممكن تبدأ المباراة هل يغير هل يدفع بالعناصر اللي فضل انه يريحها في مباراة السيراميكا كل دي نقاط اكيد ده كولر بيفكر فيها وتدريب النهاردة مش تدريب قوي ما فيوش تدريب بدني شاق ولا تدريب فني قوي ولا تأسيمة قوية الرجل النهاردة حتى كانت في سياق تصريحاته كان واضح جدا قالك الفارق الزمني ما بين المباراة ما يسمح ليش سواء بارح او النهاردة اعمل تدريب قوي انا قادر ان كان بحاول اعمل استشفى بحاول اهيئة اللعيبة لمباراة النهائي نهائي ان شاء الله باذن الله يوفق في النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب وهذه البطولة المستحدثة بالنظام الجديد شايفين طبعا على الشاشة ده جانب من التدريبات وده التدريب اللي اقيم يعني منذ قليل على احد الملاعب الفرعية شايفين قدامنا هو يمكن امام عشور شايفين اللاعبين اعلي معلول الكابتن محمد الشناوي هو كمان موجود شايفين كمان الجهاز الفني بقيادة مرس الكولر والجهاز المعاون مرة وانا اعطيها هل ممكن يدفع بمرس الكولر من البداية كان رياحه المطش اللي فات وخرج من القيمة خالص قهربة هل ممكن يكون موجود في بداية المباراة وفي التشكيل الاساسية حيث ان الشاحات ممكن يبدأ مكان كريم فؤاد كل دي تفاصيل اكيد الناس كلها بتسألها وبتحاول تعرف ايه اللي ممكن يتم في الساعات اللي جاية شايفين كمان مهندس خالد مرتاجي رئيس بعثة فريق النادي الاهلي في الامارات وفي ابو ظبي نتمنى يا رب بإذن الله يكون الاهل موفق في هذا اللقاء ويقدر يحصد هذا اللقب المحلي طيب قبل التدريب كان فيه مؤتمر صحفي وكولر اتكلم في نقاط مهمة جدا مؤتمر على فكرة استمر مدته حوالي 30 ديئة وكان فيه تفاصيل كتيرة وكولر اتسأل في كل حاجة ليه بتلعب بقوكة مكان ديانك هل الشنوة ممكن يبدأ ولا ما يبدأش طيب العناصر اللي ملعبتش المطش اللي فات ممكن تبدأ بيها ولا لأ طيب الغيابات طيب الإرهاق طيب الإجهاد طيب المهاجم هل فيه مهاجم عشان الفرص اللي بتضيع تفاصيل كتيرة وكانت تصرحات مهمة جدا من مرسل كولر تعالوا نشوف جانب من هذا المؤتمر ونسمع كولر قبل موعد اللقاء غدا أمام فيتشر في نهاية كاس السوبر للأنداء الأبطال